موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج روح النبوة لأن شهادة يسوع هي روح النبوة تكلمنا في الحلقات الماضية بدأنا بالكلام عن الكتاب الرابع وهو الكتاب المقدس أو الآلية الرابعة التي الله يخاطب بها البشر بعد ما شفنا الآلية الأولى وهي الخليقة والثانية وهي الأبدية والثالثة وهي الروح القدس والرابعة وهي الكتاب المقدس وشفنا أن لازم يكون هذا الكتاب مختوم بختم الله غير القابل للتقليد وشفنا هذا الختم فيه أولا في وحدة موضوع الكتاب ثانيا في النبوات التي شفنا بعض منها نبوات عن المدن نبوات عن الممالك واتكلمنا عن مصر كمملكة ونشوف دلوقتي نبوة حلوة عن مصر وهي أهم نبوة في الكتاب عن مصر وهي مرتبطة بالرب يسوع عندما جاء إلى مصر وهي في هوشة 11 سفر هوشة أسا 11 من مصر أو من مصر دعوته ابني عندما ولد الرب يسوع له المجد في بيت لحم أرسل هيرودس فقتل أطفال بيت لحم قبل أن يقتلهم الرب أوحى إلى يوسف خطيب المطوابة العذراء مريم أن يأخذ الصبي وأمه مش الأمه الصبي الصبي أولا يأخذ الصبي وأمه وأمه ويذهبوا إلى مصر لأن هيرودس مزمعا يقتله فهرب إلى مصر وعاش هنا ما بين سنتين أو أربع سنين أنا أسبقوا لهنا عاش في مصر بين أربع سنتين وأربع سنوات ثم أوحي إليه في حلم أنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي فانزل إلى مصر فانزل إلى بلدك مرة أخرى فعاد مرة أخرى والبشير متى اقتبس هذا الكلام في إنجيل متى الصاح 2 الكلام المذكور في هوشة 11 بيقولي في هوشة 11 لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني الكلام عن إسرائيل أصلا لكن النبوة بتمتد لتشمل ما هو أكثر من إسرائيل وهو الرب يسوع لماذا؟ لأن إسرائيل فشل في كونه الإبن المعنوي لله إسرائيل ابن معنوي كرمة عبد له عدة صفات في الكتاب بالنسبة لله فشل فيها كلها أو كلها فجاء المسيح ليكون هو الإبن الحقيقي والعبد الحقيقي والكرمة الحقيقية اللي هو استبدل إسرائيل بالمسيح فالنبوة بقى بتنطبق على الرب يسوع المسيح من مصر دعوته ابني هنشوفها دلوقتي مع بعض في هوشع 11 اتكلم هذا الكلام هوشع قبل الميلاد بأكثر من 750 سنة نبوة قبل الميلاد ب750 سنة ولما هنشوف بعد كده النبوات عن المسيح نلاقي نبوات كتب عن المسيح قبل المسيح كتبها موسى ب1500 سنة وقيلت لآدم في الجنة قبل المسيح ب4000 سنة حاجة عجيبة قوي لكن هذه النبوة مختصة بمصر عشان متكلم عن مصر فلما صدق هيرود يوسف هذا الحلم أخذ الصبي وأمه وعادوا إلى مصر ليتم الكلام المكتوب من مصر دعوته ابني مثل استقبالة المسيح سليم هيجي المسيح مرة تانية سليم الإنجيل بيقول كده ومصطفى بهجة بدوي الشاعر والأديب المصري اللي كان زابط قبل كده في الجيش كتب قصيدة تخيل فيها أن المسيح نازل للعالم مرة تانية وبعت للعالم لكل الدول أنا جاي استقبلوني ما فيش دولة قبلت أن تستقبله فأرسل المسيح في خيال الشاعر إلى الأمم المتحدة دبروا لي مكان يا جماعة الأمم المتحدة اعتذرت قالت ما عندناش مكان ليك فانبرى الشاعر بعفوية وبمحبة بكتب رسالة إلى المسيح صدرت في كتاب سنة 1975 عبارة عن ملحمة شعرية يرحب بها بالمسيح نازلا إلى مصر وقال له أنت جيت قبل كده مصر ومصر مستنياك مرة تانية تيجي عشان تباركها وأقول ثلاث أبيات فقط من القصيدة دهاية قصيدة جميلة هو بيعتقد أو بيؤمن أن المسيح جاي تبقى للأحاديث بيقوله تقول الأحاديث سوف يعود ليبرئ ينصف يا مرحبة ليبرئ أكمهنا نحن ذاك الأبرص إحنا البرص ليبرئ أكمهنا نحن ذاك ويحيي من مات بل مخبة يعود كأعذب أشواقنا ويكفي يعود فما أعذب يكفي يعود فما أعذب ييجي مصر فما أعذب ما جيئه عشان البركة إلى مصر بل إلى كل العالم عندما سائد المسيح مرة سنية فدي نبوة حلوة وجميلة عن الرب يسوع المسيح من مصر دعوته ابني دلوقتي احنا خلصنا الكلام عن الممالك وشفنا مملكة مصر لكن في حاجة تانية هي الامبراطوريات ابتدنا بالمدن الصغيرة بعدين المملكة بعدين الامبراطورية العالم توالى عليه أربعة امبراطوريات فضانيال تنبأ عن هذه الأربعة ممالك الأولى كان عايشا فيها والتانية كان موجود برضو لكن في الأولى سقطت قبل ما تسقط باربع سنين تنبأ وعصر السقوط وعصر بداية المملكة التانية هقول الممالك دول الأربعة ومش عارف هقدر أشرح الوقت هيسمح لي أشرح إزاي يعني شافهم دنيال أو شافهم نبو خزنصر أو إزاي الحلم بتاع نبو خزنصر والرؤية بتاع دنيال يعني نحاول نختصر عشان الوقت المملكة الأولى هي مملكة بابل والمملكة الثانية هي مملكة فارس أو مادي وفارس والمملكة الثالثة هي مملكة اليونان والمملكة الرابعة هي المملكة الرومانية ونصحح كلمة مملكة بقى ونقول الإمبراطورية الإمبراطورية الأولى بابل الإمبراطورية الثانية مأفارس الثالثة اليونان الرابعة الرومان دانيال فصر حلم نبو خز نصر نبو خز نصر شاف تمثال في أربعة معادن رأس دهب دراعين وصدر من فضة فخدين وبطن من نحاس ساقين وقدمين من حديد وفي الآخر أصابع تمثال حديد مختلص بالخزف أربع أنواع من المعادن تتدرك في النزول من القيمة الكبيرة كالذهب إلى التراب في الآخر وبعد الفاصل أيها الأحباسة سنستكمل حديثنا عن هذا الموضوع شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو رسلنا على البريد الإلكتروني info at karmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو رسلنا على بي أو بوكس 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740 عدنا عليكم أيها الأحباء بعد الفاصل لنستكمل حديثنا عن إمبراطوريات العالم الأربعة وقد رأى ذلك نبو خزنصر في حلمه تمثلا رأسه من ذهب زراعيه من فضة وصدره من فضة فخذه وبطنه من نحاس ساقيه من حديد وأصابعه من حديد مختلط بالخزف ودنيال فصر هذا التدرج في النزول من الذهب إلى التراب تحت أنه ده عبارة عن أربعة ممالك كل مملكة منها بتيجي تأخذ دورها وتنتهي بس في الأول الرأس من ذهب ده كان إمبراطور كبير جدا وعظيم جدا اللي هو نبو خزنصر وكان أي انشاء قتل وأي انشاء استحية إمبراطورية إمبراطور جاءت بعد منه فارس أو مادي وفارس زراعين اتنين من فضة وصدر من فضة وما كان كما أن الفضة أقل من الزهب في القيمة فالإمبراطور أو بطرة بتاع فارس كانوا أضعف من نبو خزنصر عشان كده ما كانوش بيحكموا بسلطتهم وبدكتاتوريتهم لكن كان في حاجة اسمها شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ حتى أن دانيال لما حبه يرموه في جب الإسود الملك كان بيحبه ومش عايز يرميه لكن طبقا لشريعة مادي وفارس رماه في جب الإسود فده أضعف شوية الدهم الفضة وهكذا البطن والساقين من نحاس إشارة المملكة الإسكندر الأكبر أو اليونان زي ما فصر دانيال الحلم والساقين الحديد هما مملكة الرومان وضيق الوقت عن ذكر التفاصيل إش معنى ده دهب وإش معنى ده فضة وإش معنى ده حديد وإذا نحاس كل حاجة لها صفة أو حاجة رمزية يضيق المقام عن ذكرها لكن إحنا مش بنشرح النبوات إحنا بنقول إن الكلام ده قاله دانيال قبل ما يحصل دي نبوة من الله لدانيال وبصمة من الله على كتابه المقدس فلما يتحقق ما قاله دانيال بعد دانيال آخر مملكة سقطت سنة خمسمية ميلادية ودانيال تنبأ سنة خمسمية وستمية وخمسين أو سبع قبل الميلاد يعني ألف ومئة سنة أو ألف ومئة سنة ما بين دانيال وسقوط الدولة الرومانية يبقى ده فعلا كلام الرب اللي أوحى به إلى دانيال برضو دانيال شاف الممالك دي مرة تانية في رؤية مش أحكي عنها برضو أربع ممالك نفس اللي شافه نبوه خز نصر بس دانيال شافهم في هيئة وحوش مش هقول عشان الوقت اللي عايز أقوله دلوقتي إن النبوات اللي تحققت حرفيا هقول بس السنين بتاعتها عشان نعرف إن ده فعلا كلام الله يعني بابل آمت سنة ستمية وستة قبل الميلاد واستمرت سبعين سنة لخمسمية ستة وتلاتين دانيال تنبع سقوطها سنة خمسمية واربعين قبل ما تسقط باربع سنين مادي وفارس قامت خمسمية ستة وتلاتين وانتهت تلتمية تلاتة وتلاتين قبل الميلاد واستمرت متين وثلات سنة удانيال مات اليونان قامت تلتمية تلاتة وتلاتين قبل الميلاد واستمرت لتلاتة وستين قبل الميلاد قعدت متين وسبعين سنة الرومان بدأت تلاتة وستين قبل الميلاد واستمرت لربعمية ستة وسبعين ميلادية أكثر من خمسمية سنة الكلام ده قاله دانيال وحكى أوصف هذه الممالك والملوك بالتفصيل يعني محدش يقدر يقول أن الكلام ده هو كتبوا إنسان ده كلمة الله الموثقة بالأدلة والبراهين وأصبع الله وباسمة الله على هذا الكتاب حاجة أخيرة أقولها عن هذه النبوات الأسبوع اللي جاي أمريكا هتنتخب رئيس مين يقدر يجزم مين اللي هيطلع أي دولة مين يعرف الرئيس القادم بتاعها بعد أربع سنين طب بعد سنة هتش يعرف أما أن يتنبأ إشعياء عن ملك هيجي اسمه كورش ملك فارسي هيجي يتحدد الإسم بتاعه قبل ما ييجي بمية وخمسين سنة ويتحدد اللي هيعمله قبل ما ييجي بمية وخمسين سنة مين يقول هذا الكلام إذا كنتنا إحنا مش عارفين مين هيجي الإسبوع الجاي وفي أي بلد مش عارفين مين اللي هيحكم يبقى واحد يقول لي أن المملكة دي أو الإمبراطورية بتاع بابلها تسقط وتيجي إمبراطورية فارس ويجي منها واحد اسمه كورش قبل ما ييجي بمية وخمسين سنة ويقول اسمه وعمله وكل تفاصيل الله مين قال لك يا إشعياء؟ الله اللي قال له كلمة الله ألا لا أخرون في الكتاب ذكر أسمائهم قبل ميلادهم مش هقول كتير السحاء وإسماعيل وغيره 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 يمكن سبع أسماء يضيق الوقت عن ذكرها لكن كل هؤلاء تنبع عنهم بأسمائهم قبل أن يولادوا مين يقول الكلام ده هو فيش حد غير الله اللي كتب هذا الكلام فهذه النبوات التي قرأنا عنها أو رأيناها تزبط بما لا دع مجالا للشك أن هذه كلمة الله نيجي بقى الأهم من النبوات وهي عن الرب يسوع نبوات عن الرب يسوع ودي حاجة كبيرة جدا حاجة مهمة جدا دخل في كل التفاصيل والأدق حياة المسيح تنبع بها عنه منذ ولادته وحتى قيامته وصعوده ثم ما هو مستقبل سوف يتم لم يتم حتى الآن هنبصد دلوقتي بعض إيه؟ بعض هذه النبوات أول نبوة أو أول كلام قيل قبل ميلاد المسيح باربعة تلاف سنة لكن سجل موسى قبل الميلاد بألف وخمسمائة سنة إيه هو الكلام ده هو؟ في سفر التكوين أصاح ثلاثة ماذا يقول الله للحية عندما أوقعت آدم في الخطية وحواء في الخطية؟ أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه إشارة إلى موت المسيح بيعاز من إبليس لما وضع في قلب يهوز السمعان الإسخريط أن يسلمه وبعدين راح سلمه ومات المسيح على الصليب ساحقا رأس الحية لكن في ذات الوقت كانت الحية القديمة إبليس يسحق عقبه أن يجعله يموت مصلوبا ولما سحق رأس الحية سلب من الشيطان كل قوته قوة الحية في رأسها فلما سحق رأس الحية أبطل مفعول الشيطان أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وجرد الرياسات والسلاطين جهارا زافرا بهم في الصليب جردهم يعني خلعهم وهدومهم وأشهرهم وسحب منهم المستند الذي يملكونه ضده إبليس في هذا الوقت ماسك ورقة حكم زي المحضر وعايز ينفذ الحكم علي وقل له ربنا أنت لنفذت الحكم وأنا لي السلطان بتاع الموت هتنفذ الحكم ولا ترجع في كلامك قول الله لا عايز ينفذ الحكم ولا عايز يرجع في كلامه يعمل إيه؟ يبعث المسيح يموت يسحب الورقة من الشيطان وديها فين؟ يسمرها في الصليب سمر السكة الذي كان ضدا لنا معلق نياه في الصليب خذ الورقة أو دائها بالمسامير في الصليب وسقط السكة الذي ضدنا وسقطت قوة إبليس التي كان يطالب بها بإهلاكنا وإلى حلقة قادمة بمشيئة الرب سنستكمل حديثنا عن هذا الموضوع ربماكو ترجمة نانسي قنقر